الفيديو الثاني الجزء الثاني من أنواع الإنارات يعني هي الوست الناتجة من الأسماك وتغيير الماء وسوء رداءة كيميائية الماء لذلك سأتحدث عن الـ PAR التي ذكرتها بالجزء الأول الـ PAR هي الـ Photosynthesis Active Radiation اللي هو المقصود العكاس الفعاد للبناء الضوي هو إنارات حتى الإنارات المال مصابيح البيت تلقى مكتوب عليها 9 PAR مثلا 20 Ohm مكتوب هاي الطريقة أو تلقاها مكتوب 20 PAR العشرين هاي معناها ضوة خفيف مال منزل أما إذا عبرت مرحلة الـ 70 لحد التسعين أو الـ 66 لحد التسعين هذا الـ Active Radiation مادة هو الممتاز لخص الحوض النباتية وهاي النسبة تعني ارتفاع الإنارات عن المستوى المي ارتفاعنا يعني إذا كانت مكتوبة على الإنارات التي تشتريها مثلا اشترات الإنارات أكوى ويك تلقى مكتوب عليها كاتبين الـ PAR مالتها مثلا 70 هاي معناها على ارتفاع الإنار على ارتفاع 18 سنتيم هاي نقطة مهمة الـ Vivid تلقاها كاتبين على ارتفاع الـ PAR مالتها موجود على القوة ماتة الـ Ohm ماتة مية وثمانية وثمانين أو مية وستين هاي شي هاي معناها على ارتفاع أعلى من هاي النسبة لأنه الشدة ماتة هتكون الـ Ohm أعلى مالتها فهذا الفرق هسه مختصر من 20 إلى 30 Ohm PAR معناها هذا lotic يعني أحواض السهلة العناية فوق الـ 50 Ohm هاي معناها medium وفوق الـ 90 كلش هاي معناها high-tech اللي هي الأحواض الفول الفول اللي هي الإنارات الـ Vivid VIV2 Tiroze أو الأكوى ويك P-Series طبعا لا تنسوا النقطة إنه أكو علاقة إذا ملقيت مكتوب الـ P-A-R هتباوع مكتوب اللومن اللوكسيميتر أو اللوكس اللومنيشن هاي الفرق البياناتهن هو تقاهم بعلاقة أردية يعني شنو؟ كل ما تزيد الـ P-A-R هتزيد اللوكسيميتر شروحاتي صارة نحسموه وما تنفهم هذا الشرح العلمي تدللون اللوكسيميتر